في الأسبوع الثاني من فبراير يرتد المؤشر الرئيسي إلى مدون الأربع عشرة ألف نقطة وغلقت جلسة الخميس على ثلاثة عشر ألف وثمانمائة وتسع وخمسين نقطة وشهدت ارتفاعا في أحجام التداول التي تجاوزت حاجز ستمائة مليون جنيه ليسكن المؤشر الرئيسي في جلسة نهاية الأسبوع في المنطقة الخضراء وما للتعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للباية فيما اتجهت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بالنسبة للفترة اللي جاية احنا بنتوقع طبعا بالرغم من أن فيه أخبار جيدة جدا على الأسهم خاصة الأسهم الموجودة في مؤشر 30 وبالتالي فده مساعد على أن يحصل فيه ارتفاع وارتداد ونكمل إلى 14 ألف و14 ألف ومتين لكن احنا برضو في نفس الوقت عندنا فيه سهم جديد نازل اكتتاب في قطاع الاستثمار العقاري وده ممكن يعمل سحب من السيولة شوية وبالتالي ممكن يوقف شوية من الارتفاع ونشوف فيه جاني أرباح علشان يحصل فيه توفير سيولة لبعض المستثمريين يدخل في الكتاب وفي حين استمرت اليد العليا في السوق لقطاعي البنوك والعقارات يترقب المتعاملون أخبار إيجابية منتظرة حول أطرحات حكومية وتعدلات قانون الضريبة على الأرباح وتجاوز المؤشر الرئيسي لمستوى المقاومة عند 14 ألف نقطة أهلا بكم من جديد وأرحب بضاي في الليلة والعنبة محل الأسواق المال لنتحدث عن أداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية أهلا وسهلا وائل وبداية كيف تنظر لأداء البورصة خلال هذه الأيام إذا أردنا أن نصفها بكلمة ما هي الكلمة؟ حالة ترقب فضيعة يعني نخليهم ثلاث كلمات حالة ترقب فضيعة أو ترقب أو ترقب ترقب لحاجات هنقولها مع بعض بتواريخ الرابط أولا ألبت في موضوع ضرائب البورصة وكان فيه تصريح لوزير المالية أنه هيبت فيها قبل نهاية هذا الشهر وده طبيعي أنه يبت فيها دلوقتي لأن هذه الضرائب مؤجلة حتى شهر خمسة ثلاث سنين تنتهى في شهر خمسة فلازم نعرف موقفنا طيب توقعاتك إيه قبل ما نترك هذه النقطة لأنه الكل يعني مهتم بهذا الموضوع عايزين نعرف اتجاه الوزارة في هذا الشأن فيه توقع وفيه نصيح التوقع أنه هو لازم يبقى فيه إجراء بتخفيض الضرائب أو أو إلغاءها تأجيلها خمس سنين لا وزارة المالية مش هتلغي ما احنا نقول لنصيحة نصيحة الإلغاء يعني كان فيه حتى ليه وزارة المالية ما تلغيش؟ لأن هي دلوقتي الحصيلة الرئيسية للمصر من الضرائب فهي بتحاول أن هي أي حاجة لكن ثبت بالتجربة أن الحصيلة الضرائبية من البورصة ضعيفة مقابل الخسائر لا تستدعي كل هذا الضجة أنا بقول فعلا أن الحصيلة ضعيفة جدا بالمقارنة للخسائر اللي حصلت احنا فقدنا تقريبا من القيمة السوقية 300 مليار جنيه في سنتين انخفاض في الخيمة السوقية من تريليون لحوالي 650 مليار جنيه الضرائب كان لها عامل كبير جدا جدا وضريبة دمغة التعاملات رقمها كبير جدا بالنسبة لتكلفة التعاملات فأنا بقول أن لابد أن وزارة المالية تنظر إلى التكلفة مقابل العائد إذا كانت التكلفة أعلم العائد يبقى خلاص يتلغي هذا العائد ضريبة الأرباح الرقسمالية ضريبة منفرة للتعاملات في البورصة وإحنا داخلين على مرحلة عايزة تنشطي سوق عايزة تطرحي شركات جيش عايزة تطرحي طرحات حكومية مؤجلة بقالها سنتين فمحتاجة أنك تقوي سوقك عندك أسواق منافسة حواليك أسواق نشع إحنا زيهم فلابد أن إحنا نقوسونا بالنظر إلى المحافزات على رأس هذه المحافزات في محافزات أخرى هنقولها مع حضرتك ولكن على رأسها في الوقت الحالي هو الضرايب فأنا بتوقع خلال الأسبوع جاء وفي مطالبات من جمعية المصرية لأوراق المالية ومن التحدي الغرف التجارية شعبة الأوراق المالية بإعادة النظر في احتسابها أنا من خلال منبركو وأنا عارف أن أنتم متشافين بشكل كبير جدا بنوجه نداء بإلغاءها تماما وإن كان ولابد تؤجل خمس سنوات لغاية ما السوق يقف على إيه لكن أيضا ثبت بالتجربة أن التأجيل بيحدث حالة من القلق لدى المستثمرين لأنهم بيتخوفوا أنه ممكن تعود الضرائب في أي وقت حتى ولو كانت بعد خمس سنوات لو التأجيل كبير السوق هينتعش لو انتعش السوق المستثمرين ما عندهمش منع يدفعوا ضرائب بس ما يبقاش خسرانه يدفع ضريبة دمغة التعاملات دي هي الضريبة الوحيدة في العالم اللي بتفرض على الخسارة أنت يا حضراتك بتشتري السهمة ب10 جنيه فبتدفعي دمغ التعاملات لو بيعتيب 9 جنيه خسرانه بتدفع أيضا دمغ التعاملات يبقى إذن بتدفعي في الخسارة المستثمر في مصر هو المستثمر الوحيد في العالم اللي بيفرض عليه أربع نعمة ضرائب كمساهم أولا ضريبة أربحته جريه وصناعيه على نشاط الشركة 22.5% مش دي بيدفعها صاحب الشركة؟ أنا مساهم ما أنا صاحب الشركة ما أنا مساهم فالمساهم صاحب الشركة سانيا بتفرض عليه ضريبة على الكوبون لو أنا حصلت الكوبون شركة سلافة كوبون فيه ضريبة 10% ثالثا ضريبة دمغ التعاملات في الشراء والبيع لو أنا اتحركت في سهم بيعا وشراء هدفع دمغ التعاملات في الحالتين حتى لو خسران رابعا ضريبة الأربحة الأسمالية اللي احنا بنقول مؤجلة طيب نتجاوز هذه النقطة ونعرف الأسباب التانية للترقب اللي عند المستثمرين سعر الغاز احنا كلنا بنترقب تحرك الحكومة في سعر الغاز خصوصا بعد حدثين مهمين الحدث الأول انخفاض سعر الغاز عالميا دلوقتي الغاز عالميا أقل من 2 دولار حوالي 1.8 دولار للمليون وحدة الحكومة بتدي للمصانع الداخلية هنا أسمنت ب 6 دولار والمصانع الحديد ب 5 دولار ونص يعني 3 أضعاف سعره العالمي ما نظنش ان الفرق الكبير ده فرق تكلفة إنتاج ولا نقل ولا تسهيل غاز تكلف الفرق كبير جدا فاحنا بنترقب الحكومة هتاخد قرار ايه؟ خصوصا ان لابد من مراجعة سعر الغاز قبل 1 إبريل لان كان التخفيض الماضي 1 أكتوبر والحكومة رئيس الوزراء يميها أعلن انه سيعاد النظر في سعر الغاز كل 6 شهور الـ 6 شهور دي تنتهي 1 إبريل فلازم في شهر مارس يعاد النظر طب أنا دلوقتي عندي حدث عالمي طارق كورونا ومشكلة كورونا وتوقف الصادرات في الصين طب ما أنا هنا أبدأ أخفض سعر الغاز للمصانع يبقى أنا بصدر داخلي بعمل تنشيط للمصانع وبالتالي تقدر هي تصدر ثانيا بحل محل الواردات اللي مش هتجيلي بتخفيض تكلفة الانتاج للمصانع السراميك وأسميدة وحديد وأسمن فلابد لكل حدث لابد يبقى له رد فعل فأنا عندي حدث عالمي الدنيا كلها شايفها أنا لو تحركت في الوقت الحالي هيكون تحرك مناسب واستغنى عن الشهر اللي فضل لي ده حفظ اللي نشأة على قرار سعر الغاز طب أخذه دلوقتي وأنا بتوقع في القرار اللي جاي أن يفي تخفيض في سعر الغاز بالحديث عن الغاز طبعا صدرت هذا الأسبوع نتائج أعمال شركة غاز مصر وارتفاع كبير في الأرباح كيف تقيم الأداء بشكل عام في الشركة؟ أنا في البداية هنا لازم أوجه تحية للمساهمين في شركة غاز مصر المساهمين في شركة غاز مصر كان بينهم وبين إدارة الشركة يمكن مطالبات من المساهمين أن الشركة تثبت الاستثمارات بتاعتها بالقيمة الحقيقية هي كان بتثبتها بقيمة دفترية قديمة وانتوا هنا استضافتوا رئيس مجلس إدارة الشركة قبل كده واستضافتوا بعض المساهمين فأنا بقول هي دي نجاح لتحرك المساهمين قبل أي إقدارة أنا بقول يا ريد دايبو أنا موزج يحتزى أمام أي إقدارة شركة إيه اللي حصل بعدها؟ إن ارتفعت الأرباح 365 في المية من مستوى 35 مليون جنيه في السنة بقت 165 مليون جنيه في السنة فطبعاً ده من صلاح المساهمين يعني ربحية الساب ارتفعت إلى 7 جنيه الكوبون ارتفع إلى 2 جنيه ونص بدلاً من جنيه أوروبي يعني ارتفع 100 في المية فأنا شايف إن التحرك المساهمين كان إيجابي ورد فعل الشركة واستجابتها بعد الضغوط اللي حصلت إيجابي ولكن حركة السهم في البورصة لا تعكس نتائج الأعمال وعلى فكرة دي قاعدة السوق ما بقاش يعكس سوق غير كف السوق الغير كف ما يعكسش النتائج وما يعكسش الأحداث لأنه غير كف لما يبقى السوق يتحول إلى كف هتلاقيه يأكس في حالة انفصال ما بين النتائج الشركات وقيم الأصول وقيم الأسهم قيم الأصول وأسعار الأسهم انفصال تام طيب لننتقل لأداء القطاعات حضرتك يعني كيف تقيم أداء القطاعات في الفترة الأخيرة احنا يمكن كان عندنا أهم مقطاع عليه كلام الفترة الأخيرة قطاع الاتصالات صفقة فودافون وتسببت في إعادة تسعير سهم المصرية للاتصالات سعت حوالي 50% في الأسبوع أو 10 أيام حرك السوق ككل يمكن أن احنا تخطينا 14 ألف نقطة بدفع من هذه الصفقة ومن الأخبار اللي نزلت فخلت سهم المصرية للاتصالات يعتبر من الأسهم القائدة في السوق حرك بقية الأسهم القائدة فده كان له تأثير ورد فعلا قوي فده الحاجة التانية الشركات اللي بتنتظر تحريك سعر الغاز زي سيدي كرير والعز للتسليح وآمك وكيمة قطاع البترو كيمويات البترو كيمويات والأسهمدة وقطاع الحديد بينتظر تحريك سعر الغاز فكان عليه حركة في الفترة الأخيرة فالسوق على فكرة انتقائي كل شوية بيحصل حدث في قطاع فبيحرك هذا القطاع إذا عدنا لمسألة قطاع البنوك بينتظر تعديل قانون البنوك في مجلس النواب حاليا فبرضو تعديل قانون في صالح بعض البنوك المتدولة في المرسل خليني أعرف من حضرتك بالحديث عن صفقة فودافون مصري الاتصالات أعلنت اختيارها تحالف سيتي بانك والمجموعة المالية هرماس لتحديد البداء الاستثمارية بشأن صفقة فودافون خليني أعرف من حضرتك يعني أي بداء يتم الحديث عنها هو فيه ثلاث بدائل البديل الأول أن المصري الاتصالات ما تبيعش في الصفقة دي وتحتفظ بالحصة كاملة البديل الثاني أن هي تبيع 25% هي تمتلك 45% فتبيع 25% وتحتفظ 20% 25% يدخلولها حوالي 16 مليار جنين تقدر تسد منها ديونها وتقدر أن هي تشيل الاتزامات اللي عليها فيه بديل أنا بقوله أن يجب على المصري الاتصالات أنها تفكر في البيع الكامل البيع الكامل هي دخلها أكتر من 30 مليار جنين هي عندها قريدي شبكة ولكن لو هي زودت فيها استثماراتها هتقدر أن هي تجيب منها إرادات كويسة فأنا لو بعت حصتي بالكامل هيأخذ فوق 30 مليار أسد ديوني اللي هي حوالي 15 مليار هيتبقى عندي حوالي 15 مليار أنامي بيهم شبكة شبكة المحمول وي والنت والأرض أقدر أن أنا هيكلهم وأن أناميهم الحاجة المهمة أيضاً المصريات الصلاة لازم تبصلها فرق سعر الدولار توقيع الشخص اللي قلته معاكو السنة اللي فاتت وتحقق ولسه يتحقق السنة الجاية الدولار مستمر في الانخفاض فالنهار دا لو هو بيبيع بـ 2 مليار دولار الحصيلة بتاعته لأنه هيبط بالدولار أيوه لو الدولار نزل جنيه السنة الجاية يبقى هو خسر خسر 2 مليار طب لو نزل 2 جنيه يبقى خسر 4 مليار طب أنا بتوقع أنه ينزل 3 جنيه ينزل 13 يبقى هيخسر حوالي 6 مليار فلازم يبص طبعاً على فكرة صفقة كبيرة طيب يعني إذا حصلوا على هذه القيمة بالدولار كيف يتم استثمرها بحيث ما تحصلش خسائر زي ما حضرتك بتشرح أول حاجة تبديل الدولار المصري وديها تبقى حصيلة تخش في الاحتياط النقدي 2 مليار دولار هيخدها البنك المركزي ونخش في الاحتياط النقدي يستفيد ان اتجاه الدولار نزولي فيستفيد بالسعر الحالياً المرتفع المبلغ بقى هيكون بالمصري 30 مليار عليه هو ديون تقريباً حوالي 15 مليار يسدهم هيكون عنده فائد وهيبقى عنده فائد يقدر يصرف كبون عالي والدولة عندها 80% في الشركة فلما هيصرف كبون عالي ده هيخش لوزارة المالية فبعضه هينمي إرادات الدولة ويقدر ان هو ينمي الشبكة اللي عنده ويه والأرضي والنت بس انا عايز اقول حاجة انا رأي ده رأي متواضع امام المستشارين اللي تم تعينهم تم تعين سيتي بنك وهرمس خبرات كبيرة طبعاً مجرد آراء ولكن المستشارين اللي موجودين اكيد هيوبوا لهم الكلمة سؤال اخير بخصوص خطوة بنك القاهرة بزيادة أسهم رأس المال المصدر والمدفوع من 2 مليار و 250 مليون ل 5 مليار و 250 مليون جنيه ايه تفسيرك لهذه الخطوة الاول عايزين نقول ان بنك القاهرة قيمة الاسمية 4 جنيه القيمة عدد الاسم حوالي مليار و 300 مليون سنة قيمة اسمية ككل بقى قيمته 5 مليار بعد الزيادة دي ده لما يدرك في البورصة هيرفع رأس المال السوقي لانه هيدرك بالقيمة السوقية اللي هي هينطرح بيها كلنا متشوقين نعرف مضاعف الربحية اللي هينطرح بيها ده يبقى له تحديد كبير اول مضاعفات ربحية البنوك وهيبقى له تحديد كبير لنجاح الطروحات اللي بعد كده يجب على الحكومة ان تكون تاجر زكي ما تطمعش في الطرح الاولاني ده لسه عندها طروحات 23 شركة فلازم الطرح الاولاني ده يبقى طرح جازم انه يقدر يدخل مستثمر جديد طبعا مش اخش الا اذا كسب فلازم انا كحكومة او كدولة اطرح بمعامل خاص عشان ادخل مستثمر جديد وده اللي حصل لنا في 2005 لما الدولة طرحت سيدي كرير واموك طرحتهم بمعامل خاصم كبير الاسم دي صعدت 100% فبعد كده اما جاء طرحة المصرية تصدق طرح املاق اتغطى حوالي 30 ضعف فكان طبعا بسبب التجربة السابقة فانا بقول برضو تستعير نفس التجربة تسعر بنك القاهرة بخصم تسعير عشان تكتزم مستثمر مش محلي بس ده هو محتاج لمستثمر الاجناب والعربي انه يخش السوق فانا بقول خلاص كل الاجراءات بتاعت بنك القاهرة بقت على الابواب ومنتظرين سعر الطرح بدأ الترويج له في الفترة الاخيرة لما هيخش هياخد جزء من وزن مؤشر اي جي اكس 30 اللي احنا بنعيب على تهيكلته فيقدر ياخد جزء من هذا الوزن فيتوزع الوزن على مجموعه من الشركات انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وإلعنب محلل اسواق المال على وجودك معنا مشاهدين الكرام ابقوا معنا في مال واعمال فاصل قصير والتقي بعده بضيفي المهندس عبدالله غراب وزير الفترول الاسبق لنتحدث معه عن هذا القطاع المهم كنوا معنا